شدد مصدر رفيع المستوى على أن مصر تجدد تأكيدها على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفع جنوبي قطاع غزة بشكل قاطع وأضاف المصدر أن استمرار الحرب الحالية واحتمالية توسعها إقليميا أمر في غية الخطورة وينظر بعواقب وقيمة على المستويات كافة لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن عدم الوصول لاتفاق هدنة وأنها تسعى لفرض وقع جديد على الأرض لتغطية على أزمتها الداخلية